لما احنا بناخد التطعيم وبناخد الشهادة انت لما بتطعم بتاخد شهادة تخليها معاك اول مرة مجانة لو انت لأي سبب احتاجت الشهادة دي اصلية تقدم لأي جهة ما وزارة الصحة اعلنت مفيش حاجة ببلاش يا امر ابو بلاش الريس قال انا ما بحبهش تدفع هتدفع ايه المواطن هيدفع 100 جنيه في حال طلب شهادة انه تلقى اللقاح لكن الاجنبي اللي تم تلقيحه في مصر وخد المصر هيدفع 10 دولار خلي بالك المسحة حتى هذه اللحظة مسبتة بسعر 1200 جنيه اللي هي مسحة البي سي ار لكن هقافز على الشهادة اللي معاك بس وانت مغمض كده لو رايح لأي مركز الصحة طالب شهادة ان انت خدت المصر هتدفع 100 جنيه طيب انا خدت التطعيم وخدت الجرعتين هو انا كده خلاص بقيت زي الفل مش هتطعم تاني طب ولو اتطعمت تاني هتطعم انت هل بعد سنة عساس كل التطعيم بيقعد في جسمنا سنة الدكتور عوض تاج الدين قالك لا التطعيم انت محتاج بعد ما تتطعم جرعتين تتطعم تاني بعد 8 شهور بالزبط المعلومة دي مهمة يا اخواننا لو انت حضرتك خدت الجرعتين بعد نهاية الجرعة التانية عد 8 شهور ولازم تطعم تاني الدكتور بيقول لك عوض تاج الدين بيقول لك ايه ان التطعيم الجديد ده مش جرعة تالتة ركز معايا لو انت خدت تطعيمين اللي هي الجرعتين من اللقاح بعد 8 شهور لازم تطعم تاني دكتور عوض تاج الدين بيقول لك ده تطعيم جديد لان السيزون بتاع اللقاح مدته في جسمك 8 شهور فقط يبقى احنا محتاجين نعمل ايه ناخد تطعيم تاني وبيقول لك هذا لا يحسب كجرعة تالتة انا السؤال بقى لحكومة بلدي وللدكتورة العزيزة هل زايد هوانا ممكن اسجل ااخد تطعيم تاني من كورونا يعني كمان مثلا 6 شهور انا عن نفسي انا كمحمد خير انا خلصت تطعيمي في اول 6 فتع لي شهور وفق كلام دكتور عوض تاج الدين انا مفروض ااخد تطعيم جديد بعد 7 شهور دلوقتي لان هو بعد 8 شهور فات شهر بعد 7 شهور طب انا محتاجة اسجل امتى وهل لو سجلت الموقع الوزارة هيقبل طيب هل لو انا روحت وطلبت تطعيم تاني هاخده ببلاش ولا هاخده بفلوس ده واحد الحاجة التانية هل هيسمحوا لي ان انا الطعم ولا هيقولولي هو لسه بقيت الشعب الطعم روح يمشي بعيد دلوقتي لما انطعم بقيت الشعب ابقى تعالى طب انا مالي انا مواطم ملتزم يا اخي افرد جاري كسول اتبعت له الرسالة بس رفض يطعم انا تمنعني ليه دي موضوعات لازم حسمها يبقى على السيدة الفاضلة دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تقول لنا حاجة واحدة تقول لنا حاجة محددة اللي عاوز يطعم ويقدم له جرعة تاني لتطعيم تاني هل هتوفقول ولا لا ثم هذا التطعيم ببلاش ولا بفلوس ده كلام مهم انا اسفة دكتورة عوض تاج الدين كلامك على راسي بس لازم نقول للناس الحي يحق للحكومة تقول لتطعيم التاني بفلوس انا اديتك اول مرة حبي بس مش كل مرة كده يا سيدي اخد خمسين جنيه اخد مين جنيه يعني بس فيه ناس عايزة تحافظ على صحة هل هيتحدى بقى فيه القطاع الخاص يعني ممكن الوزارة تقول اللي عاوز التطعيم التاني يروح ليه القطاع الخاص طب هل القطاع الخاص عندي مضمون مثلا في هذا التطعيم هل هيديني شهادة معتمدة هل الشهادة دي مسموح بتداولها يعني لو سفرت برا مصر وقلت انا مطعم في مستشفى فلاني الفلاني ده هتبقى مقبولة دي حاجتنا انا عايز عليها جابه بصر ترجمة نانسي قنقر